توجيهات أيضا رئاسية ينفذها الدكتور محمد معيط وزير المالية إيه اللي حصل؟ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة 13 إبريل اللي جاي مليار ومية وخمسين مليون إجمال التكلفة السنوية أسف مية وخمسين مليار إجمال التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية 40 مليار هي تكلفة أول 13 شهر من إبريل لحد يونيا احنا عارفين أنه الزيادات بتبقى عادة في يونيا طب احنا المرة دي أو آخر يونيا يعني على مرتب يوليو لو واحد يوليو لكن المرة دي لأ ده احنا هنقبض في إبريل فعندي 13 شهر دول تكلفتهم لوحدهم 40 مليار الحد الأدنى لإجمال الزيادات المقررة للعاملين لن يقل لن يقل عن ألف جنيه شهريا كل ده زائد لو تفتكروا قبل رمضان الرئيس أيضا في اجتماعه وجه بإيه بيرفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى إيه صح 36 ألف بعد ما كان 26 وكده الرئيس قال لنا طبعا خليه يبقى 30 لا كمل تاني ويبقى 36 10 ألف جنيه زيادة تقريبا في هذا اللي عايز أقوله لك أنه هي دولة واحد تحافظ قدر الإمكان على استقرارك الاجتماعي والاقتصادي هي دولة تحاول قدر الإمكان أن تعطي دائما فرصة عادلة في التعلم والتعليم في أفضل مستوى جامعي ممكن دخل هذه البلاد وأيضا طبعا ده غير بعثات بقى الماجستر والدكتوراه وما إلى ذلك خارج البلد هي دولة حريصة جدا على أنها تدي لك أكبر قدر ممكن من التكوين الفكري والوجداني وترفع معدل وعيك بما يتفق مع الشريعة الحقيقية والأفكار السليمة الوسطية بتاعة الإسلام عن طريق الأزهر دي مصر يا سادة كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم